طيب ده كانت يمكن إطلالة سريعة عن اللي حصل لكن خلينا نشوف ضربة البداية دائماً معه مقالي ومقاله أرجوكم وحدوها خير تبص تلاقي ماتش يخلص المعيير فتبتدي تبريرات للقرارات ودائماً قرارات التحكيم أستاذ إبراهيم حتى تلك التي يعني يحكمها قوانين صارمة لكن هي في الآخر زي الحدود اللي أنت بتتكلم عليه ممكن يقول لك هي لا ترقى إلى حدود الطرد هي لا ترقى إلى حدود ضربة الجزاء هي لا ترقى ومرة يقول لك أصله لمسه مرة يقول لك ورغم أنه لمسه لكن الدخول المتغور يستحق عقوبة وأصبح المعيار بيطبق مش بمسطرة واحدة وهذا هو المؤلم يعني أما تيجي بتناقش التفاصيل نناقشها دلوقتي أعلى ما تجهز بس الحالات يعني يعني تبص تلاقي نفس اللعبة تحتسب ضرب الجزاء بسهولة جداً ما تقدرش تقول ما فيهاش لكن ما هي هي أنت ما حسبتاش هنا يعني هذا المعيار الانتقائي هو قمة الظلم أيها إذا انت غيب العدالة يعني كان فيه بس يقول لك هو مش عارف إيه مالهاش أهلي يسألوا عليها هو العدالة مالهاش أهلي يسألوا عليها لأليها بس أهلها اللي ظلمينها ودي المشكلة الأكبر هتكلم ميه وبعدين من أول يوم قال لك الحكم الخامس طلع هو الظلم هشلوه ولاغ اللاينز حامل الرايب وبعدين يتشال ويجي لك الفار أصبح يشارك في الظلم بيحقق عدالة في حاجات كتير عشان لما يجي اللي بيدافع عنه ويقول لك لأ ده ضابط الأداء ودي نسبة أخطاء مسموح بيها ما هي نسبة أخطاء لما تتركز في اتجاه تبقى ظالمة لكن لما تتوزع على كل الأحالات وحد المصطرة وحد المعيار فهنا نستحمل منه كذا يعني احنا في كاس العالم الأندية امتعضنا جدا من قرارات الحكم الفرنسي لما جات ماتش ليلال فجئنا أنه هو ده معياره بس طبقوا بقى طبقوا ضدك وطبقوا مصلحتك المصطرة بتاعته ما أخلش به فتشعر وهو المثل يقول لك المساواة في الظلم عدالة صحيح عدالة من زاوية تانية صحيح فانحنا عايزين مساواة في الظلم احنا عايزين مساواة في العدل طيب عشان